اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الاعلام حرص الوزارة على تقديم وطرح مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية والاذاعية الخاصة بشهر رمضان المبارك والتي تتناسب مع موروثنا الشعبي الاصيل وتراثنا الوطني والذائقة العامة للمشاهد البحريني والعربية جاء ذلك خلال زيارة سعادة الوزير لموقع تصوير وتنفيذ البرامج التلفزيونية والاذاعية والاخبارية المباشرة التي تقدمها الوزارة خلال الشهر الفضيل حيث قام سعادته بزيارة موقع تصوير برنامج السارية في سوق البراحة بديار المحرق وطلع على سير عمل البرنامج مثمنا الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الاعلام بشكل عام وبرنامج السارية بشكل خاص من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة كما قام سعادته بزيارة البرامج التلفزيونية المباشرة التي يتم تصويرها في السيديوهات الوزارة حيث التقى بفريق عمل برنامج الملعب كيدز وبرنامج أبواب الجنة وأشهد بجهودهم المبذولة في تقديم هذه البرامج الرمضانية المتميزة التي تعزز ثقافة المعرفة وتطور الذات والمنافسة الودية بين الأطفال والشباب كما قام سعادته بزيارة البرامج الإذاعية التي تبث بشكل مباشر للمستمعين عبر أثير إذاعة البحرين حيث التقى بالقائمين على برنامج ظهر رمضان وبرنامج حلية الماهر وبرنامج اللاتري وثمن جهود كافة القائمين على البرامج الإذاعية التي تلاقي تفاعلا كبيرا من قبل المستمعين كما قام سعادته بزيارة مركز الأخبار ولطلع على سير العمل خلال التحضير لنشرات الأخبار والبرامج الإذاعية مؤكد أن جميع العاملين في قطاع الإعلام محل تقدير الجميع داعينا الله العلي القدير أن يحفظ البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى يده الله وفي ختام جولته تقدم سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام بخالص الشكر والتقدير للجنة رياضات الموروث الشعبي والخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا وشركة بتلكو وشركة استي سي البحرين وكافة الشركات المشاركة على دعمهم للبرامج وتعاونهم المستمر مع وزارة شؤون الإعلام لما فيه تعزيز الدور الكبير لأعلامنا الوطنيين باقة برامج رمضانية انطلقت لتلبي مختلف الأذواق وعرض برامج مميزة أعدت بكل احترافية لتتمشى مع الجو العام خلال شهر رمضان الكريم هذه الباقة المنوعة شملت كل من الجانب الديني والتراثي والوطني بما يتنسب مع هوية الشهر الفضيل حرصين على تقديم كل ما هو جديد من إنتاج خاصة في شهر رمضان المبارك وأبرز البرامج اللي احنا قدمناها لأمانة في شهر رمضان هذه السنة هو برنامج كافو اللي الله الحمد تحقق نجاحات برنامج السارية برنامج تراثي دي ترسيخ التراث البحريني البرنامج هذه السنة النسخة الثالثة لقاء قبال من جمهور الحمد لله داخل البحرين وخارج البحرين هذه العام ارتأى سعادة الوزير بأن يكون هناك برنامج مخصص للأطفال يحثهم على ممارسة الرياضة وتشجيحهم وغرس جملة الرياضة اسلوب حياة والابتعاد عن الألعاب الإلكترونية فهذا البرنامج قبل الإفطار يشجع الأطفال ممارسة الرياضة رسائل همة حملتها البرامج وتفاعل جماهيري محلي وخليجي وعربي أكادته مواقع التواصل الاجتماعي التي أشدت بجهود الطواقم العاملة على هذه الباقة البرامجية الرمضانية النوعية طبعا الدورة الرمضانية دورة زاخرة ومتنوعة وتحاكي قدسية الشهر الفضيل بين البرنامج الدينية البرامج الروحانية البرامج الأخلاقية أيضا برامج التغذية وبرامج الرياضة والممارسات اليومية وتعزيز الروح أيضا الإيجابية بالإضافة إلى ذلك خلق هوية متكاملة رمضانية الحمد لله رب العالمين في السنة قدرنا في قناة القرآن الكريم أن نعمل توليفة برامج لجميع الفئات إن كانوا صغار إن كان الجمهور العادي إن كانوا المتخصصين كعادة قناة البحرية الرياضية قدمت في رمضان الحالي باقم البرامج الخاصة بالرياضيين نبتديها طبعا برنامج عزم الخاص بدول العزيمة والهمم وإنجازاتهم الرياضية تأنا من خلال برنامج الاتران نحن نذكرهم نحن نعرف أن الناس تعرف بتاريخة عرف موروثة الشعبي ولكن الجيل الحديث حاليا السوشال ميديا والقنوات الفضائية اليديدة اللي أصبحت الآن نسرقتهم من ماضيهم أو ما صار عندهم وقتهم يتعرفون عليه فهذه مهمات أن نحن نوصل لهم ماضيهم اللي هم راح لو يعرفوه تماما راح يفتخرون فيه وزارة شؤون الإعلام سخرت كافة الإمكانيات البشرية والمادية والفنية والتقنية والتدريبية المطلوبة لخدمة المتطلبات للارتقاء بالمحتوى التلفزيوني الذي يبرز الكفاءات الوطنية بكل مرة من خلال تقديم إبداعهم المرئي والمسموع والمكتوب على شاشة تلفزيون البحرين برامج متنوعة ترضي جميع الأذواق وجهود كبيرة لمنتسبي وزارة شؤون الإعلام لعكس هذه المظاهر الرمضانية في أنحاء مملكة البحرين على شاشتنا الوطنية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين